بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتي قناة بورتري النهاردة هنتعلم ازاي نرسم الرسم السلاسي الابعال فيه ناس ممكن تتفرج على رسوماتها تقول ده صعب جدا الناس دي بتعمل حاجات سحرية ازاي نرسم الرسم السلاسي الابعال الحاجة اللي هي اللي تخيالك ان انت حاطت الشيء على الورقة وما هواش مجرد ان هو مرسوم نتعلم الطريقة دي ازاي طبعا احنا هنبدأ بحاجات بسيطة علشان نتعلم ونتعود الاول وبعد كده نبقى نتطور الموضوع شوية شوية اول حاجة لازم نفهمها ونتعلمها ان الشيء اللي بيبين ان الشيء ده محطوط على الورقة دي ايه هو الالم دلوقتي انا رفعه فوقها هوا شايفين الضل بتاعه سايب مسافة وبعد كده الضل المسافة والضل ده هو اللي مبين ان الالم مرتفع عن الورقة وده اللي بيبين ان الرسمة ثلاثية العباد طيب عايزين نعمل حاجة زي كده كمثال كمثال هنرسم غرس كده سوانطوطها كده اهي هنعمل لها عنين هنغطيها كمان بي بتانية صغيرة طيب احنا دلوقتي عايزين نبين ان البطنية دي مغطية الشيء ده فعلي علشان تبين زي ما قلنا الضل من الحاجات الاساسية اللي هتبرز الرسم هتبدأ تعمل ضل علشان يبين ان البطنية دي مرتفعة عن السطح اللي تحتيه طبعا ما فيش اي حاجة تبين كده غير الضل هنبدأ نرفعه موسيقى 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 طبعا هنا الجزء ده المفروض ان الشخص ده تحت البطنية يعني هو ليه جزء رافع البطنية دي موسيقى يعني لازم كمان نبين ان فيه جزء مرتفع في البطنية دي موسيقى موسيقى تحطين هنا ايدو بعد كده تبدأ نرفع صدره كده انزلت هنا اخطوط دي بقى انا بعملها ليه? اخطوط دي هتبين واقعية البطانية دي. وانها مغطية الشيء اللي نايم تحتها ده. مغطية الشيء اللي نايم. مغطية الشيء اللي نايم. بادي كده هنعمل خطوط. مغطية شغيرة. عرضية كده هنا هنضيع الخطوط شوي بعد كده هنرجع نوسع الخطوط ثاني تمام كده هنبدأ نبين ان الراس دي مرتفعة شوية من الجنب وهنا من بقية الجزء بتاع البطانية اللي عامل ضل على وش الشخص الجناي بتحت ده هنبدأ نحدد بقى الملامح شوية هنحدد كل حاجة في الصورة حيث انها تبقى واضحة موسيقى ثاني من السلطة موسيقى اشتركوا في القناة 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 3D وده المسار البسيط كده كايني بزر تشدد البطاريات من الجام كده تنتهي الرسمة بتاعتنا وحلقة 3D طبعا في حلقات تانية كتير هنرسم فيها حاجات اكتر وحاجات افضل واحسن يا ربكم الحلقة دي استفدتم منها كان معاكم محمد عبدالهادي اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عجبك الفيديو دوس لايك ودعمنا بمشاركة الفيديو ولو لسه جديد على القناة سجل اشتراكك وكون واحد مننا شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة